ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعا استثنائيا للجنة الامنية العليا وكريس الاجتماع الذي حضره الفريق محسن الداعري وزير الدفاع رئيس اللجنة لمناقشة مستجدات الاوضاع الامنية والجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار في عموم المحافظات المحررة وآليات التنسيق والتكامل بين الوحدات الامنية والعسكرية بالاضافة الى ابرز ما حققته القوات المسلحة في جانب مكافحة التنظيمات الارهابية وتصعيد ميليشيا الحوث الارهابية ضد خطوط الملاحة الدولية باب المندب وخليج عدن والبحر الاحمر كما نقش الاجتماع الخطة الامنية للعام 2024 والمهام الامنية المدرجة ضمن الخطة وفي طليعتها مواصلة جهود مكافحة الجماعات الارهابية ومكافحة المخدرات وحضر حمل السلاح غير المرخص ووضع حلول للحد من تدفق المهاجرين الافارقة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز امن الطرق كما شدد اللواء الزبيدي في الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات العمل الامني وأهمية أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري للوقوف على التطورات الامنية وبحث وتحديد أنسب الإجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الامني كما أكد اللواء الزبيدي على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الامنية والعسكرية بما يكفل إنجاح الخطة الامنية للعام الجديد وتنفيذها بكل كفاءة واقتدار